اشتركوا في القناة اقجع من الظفر بعضوية لجنة تنفيذية بعد فوزها لمنافسه الوحيد في منطقة شمال افريقيا الجزائري محمد روراوى اثر انسحاب انوار راطشاني ممتل الاتحاد الليبي وفي خباين اخر رآل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الفوز احمد احمد رئيس الاتحاد مدى اشقر لكرة القدم برئاسة الكاف عوض عيسى حياتو الرئيس السابق خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021 وحطل احمد احمد على 34 صوتا مقابل 20 صوتا الكاميروني حياتو في الانتخابات الرئاسية التي اقيمت سباح يومي الخميس بالعاصمة الاثيوبية اديسا بابا سيدخل فريق الوداد البيضوي لكرة القدم مكتمل الصفوف خلال اللقاء الذي سيخده الفريق الاحمر يوم السبت المقبل امام افوان مونانا القابوني برسم اياب دور 16 من دور ابطال افريقيا وفي حوال ازرته قناة شوف تيفي مع طبيب فريق الوداد البيضوي اكد بان الفريق الاحمر سيدخل في هذا اللقاء الذي سيجمع بمونانا القابوني بدون اي مركب نقص وان جميع اللاعبين الذين رافقوا البيع الثرويدة دية الى العاصمة القابونية لبروفيل يتمتعون بصحة جيدة ودوليا لا يفوت راول جونزاليز اسطورة ريال مادريد السابق اي فرصة للايشادة بنجم النادي الملكي كريسيانو رونادو الى ويبرر فيها دوره الكبير في الفريق المادريدي ورد راول في تسريحات لمجلة كيكيرا الالمانية اليوم الخميس على سؤال حول الدور الجديد لكريسيانو رونادو هذا الموسم قائلا رونادو يلعب الان اقرب الى المنطقة وهذا صعب لكنه لا زال يحتفظ بقدرته كاحسن لاعب في العالم بهذا الخبر قد نكون وصلنا وإياكم الى ناجهة الموجز مشاهدين الكرام ترقبوا الموجز الرياضي القادم رفقة رشيد محمودي هذا محمد بحوتو يحييكم دونتوا في رعيش الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة